ياهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دايما بخير وصحة وعافية اه اخيرا اخيرا يا جماعة خلصت نقل والله يا جماعة اكبر عقوبة ممكن يعاقبها الانسان نفسه هو انه ينقل من بيت الى بيت عمر النقل ما كان شي سهل ابدا سواء جبت شركة نقل واشتريت دماغك او سواء رحت انت جبت وانيت او جبت سيارة فيها صندوق دباب دينا ايا كان وروحت اشتغلت وشلت العبش بنفسك وفككتو بنفسك في كل الحالتين you are very f**k عمر النقل ما كان شي سهل ثلاثة ايام مدة النقل بس الايام اللي تجي بعد النقل لانه النقل مشكلة واثناء النقل مشكلة وما بعد النقل مشكلة ثالثة قبل النقل يبغى لك ترتب العفش اش اللي تبغى اش اللي ما تبغى اش اللي بتستغن عنه اش اللي بترمي اش اللي بتاقضه معاك يلا جيب صناديق هذا و هذا و هذا كل واحد يفرغه في المكان اللي يناسبه انتبه ذاك في كسر، هذا ما في كسر، هذا ارمي، هذا تخلص منه، هذا يجيبه معنا، هذاك نبدله، ذاك نرمي برا، ذاك نجيب بداله حوسة هذا قبل النقل، أثناء النقل تجلس كذا حاط يدك على راسك يا رب ما يطيحوا شيء شركة النقل انت وإن كانت شركة النقل الاحترافية بتقعد قلقان، أشياء كذا اذا تكسرت بتصوي لك مشكلة ثانية وقروشة ثانية فايا بتقعد قلقان طول الوقت، هذا أثناء النقل بعدين بعد ما يوصلوا ويحطوا لك الأغرض في البيت الجديد ويقولوا لك يلا سلاموا عليكم يا باشي، أي خدمة، شكرا مع السلامة، يقفلوا الباب ذيك الساعة أنت You are f***ed again ليش؟ لأنك الآن في مرحلة توزيع الأثاث على البيت الجديد هل الأثاث اللي في بيتكم الأول رح يتماشى مع style أو مع شكل البيت الجديد؟ هذه إذا كان ماشي كويس يعني بتبدأ تحاول ترتب البيت زي ما كان أما إذا كان ما هو متماشي زي اللي حصل معايا في البيت الجديد Then you are f***ed again فاللي حصل إنه قاعد أحاول أوزع الأثاث قد ما أقدر وقاعد إننا حاول نرتب البيت بقد ما نقدر بحيث يكون شكله كويس في مروحة في سقف ليش ما نشيلها ونجيب بدالها نجفة الزولية هذي قديمة معانا من البيت الأول ليش ما نشيلها ونجيب بدالها أخه بعلا سبعة أيام أو عشرة أيام من أصدع ما يكون مو بس كده متى حل النقل قبل العيد بيوم؟ دقت على شركة النقل قبل العيد سلام عليكم أبغا نقول قالوا يا عمي عيد تصرفوا لازم نقول نو ما نقدر شي سوي أقعد في الشارع قالوا لي حنتصرف نشوف بعدين يعني شافوا لي حل كده ونزدنا فلوس كده من تحت لتحت ومش الحال النقل فكرة سيئة اللي يبغى ينقل لسبب جدا وجيه وجيه ينقل أما ما في سبب لأنه صاحب العمارة غثي تتحمله شوية إذا مرة تقدر تتحمله وتحمله إذا علشان صاحب العمارة زود عليك رجار خمسمية سبعمائة إلال برضو تحمل عددية هون هتهون لأنه النقل بيخليك تدفع أكثر من السبعمية اللي زادها خيب النقل من بيت إلى بيت فكرة سيئة جدا هذه بالنسبة للعملية النقل واللغوصة طبعا ما خلصت النقل 100% باقي شوية يعني خلصت وبنسبة 85% باقي شيئة بسيطة بتخلص خلال اليومين الجاية وتكون إيش حلاص خلصنا طيب خلوني أشارك معاكم أول شيء ليش واقف هنا وليش تارك مساحة جنبي مو علشان أستعرض السيتاب لا بس لأنه في الفيديوهات الجاية بكون أتكلم والصور والفيديوهات تكون تظهر هنا أفضل بدل ما تغطي عليها ولا شيء تظهر الفيديوهات في ذي المساحة أو الصور أو الأشياء نستغل المساحة هذه بدل ما الواحد يقعد في النص هنا صوتي بيصير بعيد شوية بدل ما يقعد واقف في النص هنا وتجي الصور ضيقة وتضيق عليها وتدق في وجه وتغطيه فأخراس أوقف في اليمين وتظهر الفيديوهات والصور في هذا المجال هذا بالنسبة ليش واقف على اليمين بالنسبة للجدار الغرفة كانت كلها أبيض غيرت الجدار اللي وراي خليت رصاصي علشان إيش بس الخلفية تكون بالشكل اللطيف اللي انت شايفينه وفي إضاءات فوق اللوحات هي موجودة فخليت يحط اللوحات بالضبط تحت اللمبات زي ما شايفين توي ستوري و انتوتشبلز كانوا المفروض يكونوا هنا زي زمان بس شلتم خليتهم هناك قدامي مع الساعة الساعة هذه من إيكيا الله يعطيهم الصحة والعافية إيكيا الساعة دي بتسعة ريال يا جماعة شكرا إيكيا وهذا ما هو إعلان فعلا شكرا إيكيا ساعة بتسعة ريال لها معايا الحين يمكن أربع سنوات أو ثلاث سنوات فعلا ما أمزح كان لونها أبيض صارت أصفر الحين ناموس في بيتي ناموس يا ما هي موجودة فقعت فهذا بالنسبة للستيتاب النانو ليف يمكن فاكرين كان موجود على شكل دابليو ورايا في ذيك الجهة تقريبا خليتوا على شكل شريط فوق الشاشة خلوني طف النور وريكم كيف منظر الستيتاب كذا مع الإضاءة الخفيفة جميل صراحة بس هذي الألوان مونا اللي اخترتها فيه ألوان ثاني أفضل لحظة يا أبو يا أسري بحال أقيشة ناموس هذا أه لا هذا لون الغرفة القديمة يا هذا مرة حلول أنه على اللون ذا مرة حلول أنه شوفوا كيف بدأ يسحب كذا لون الأزرق إلى الأقص اليمين ويرجع الأقص اليسار حلو الحركة دي على اللوني ولا عن نور مرة ثانية زي ما تشايفين يمكن تلاحظون أنه فيه اللابتوب ما أدري إذا هو واضح ولا لا بس فيه لابتوب وفيه شاشة طبعا هو اللابتوب أصلا مربوط على الشاشة ولكن أنا استخدم شاشة اللابتوب لمعالجة ألوان الفيديوهات والصور لأنه شاشة اللابتوب مرة مرة بطالة في الألوان ومن ناحية واقعية الألوان وأنها تخرج الألوان زي ما هي في اللابتوب تشوفها بعدين في جميع الأجهزة اللي تدعم الألوان الحقيقية أما بالنسبة للشاشة ذيك الكبيرة هي شاشة أبو كلب للأمانة أعترف لكم أخذتها من اكسترا أيام التخفيضات وانصدمت فيها شاشة سيئة للغاية ما رح أقول اسمها للشركة لأنه ممكن ايش الشركة بعد فترة تقول ايش نبنسوي إعلان معاك وبعدين يكتشفون اوو الوجيه في عام الفين وعشرين أه، سو جلس يحوش في شركتنا ما ينفع نسوي عنده إعلان لا سووا إعلان عندي اللي أعطيكم العافية وما راح أقول اسمكم لأنه واصل مواضح مستحيل تشوفه أنا من الشاشة ديك أبو كلب فأستخدمها بس للمنتاج القصقصة لشيال لي ما لها علاقة في الألوان والحاجات دي أما الأفلام أشوفها في شاشة ثانية في الصالة شاشة 4K وألوان ودلع هذا بالنسبة للستاب اللطيف الجميل غير كده ما في شي صراحة يذكر هايزنبرغ ونايت كينغ زي ما هم ورايا وحطيتهم ورايا لأنه ما عندي أصن غيرهم ما في اللهم وتوي ستوري لأني أحب الفيلم هذا هذا يعتبر واحد من أول الأفلام اللي تابعتها وانا صغير تابعته هنا في صف خامس ابتدائي وكان من أجمل الذكريات ومن أجمل الأشياء اللي شفتها وانا صغير وانتوتش بولز الفيلم الفرنسي هذا حطلوحته برضو لأنه واحد من أجمل الأفلام الدرامية اللي مبنية برضو على قصة واقعية وأغرمت فيه بشكل جدا رهيب وشفته يمكن أكثر من عشر مرات ما أعرف متى بس في كل مرة أشوفه تغمرني سعادة جدا جدا كبيرة شفته مرة الحالي بعدين شفته في جدة مع واحد من عيل بعدين شفته في جدة مع شلت عيل ثانية بعدين شفته مع أهلي بعدين شفته مرة ثانية مع أهلي بعدين شفته مرة الحالي لما كنتم الضائق لأنه فلم مسع صدر زي ما قلتلكم وآخر مرة شفته قريب برضو مع واحد من عيل بجدد كثير المهم انه فيلم ما ينمن منه الأمانة كده كل فترة اشيك عليه وشوفه مرة ثانية جميل جدا جميل فهذا السبب pitchedها ما بين البوسترين بالتحديد وبس والله أحب أتشارك معاكم هذا المعلومة وهو اللوي الفيديو طويل مكتبنا اللطيف اللي راح نخرج منه هذه الفيديوهات وبس والله إن شاء الله نشوفكم في الفيديو القادم تبونا اقتراحاتكم يعني هل تتوقعوا أنها فكرة جيدة أصور في ذي الجهة ولا أصور في النص شاركوني شاركوني أراكم وبس والله إلا هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو أشوفكم في الفيديو القادم مع السلامة